مساء الخير ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج يكم الأسبوعي الوبسي الوبسي اللي كما أولفتو كل أسبوع عندنا موضوع عندنا برنامج عندنا مشكلة نفسية نتناولوها نحوسوا كيفاش نعرفوا بها نحوسوا كيفاش نخليوا الناس يعرفوا وش هي المشكلة النفسية هذه كيفاش نتعاملوا معها وش هي التعريف تاحها وش هي السباب بتاحها وش هي تشخص تاحها وكذلك كيفاش نعاونوا الناس باش يتخلصهم من المشكلة هذه اليوم خيرت باش نهضروا على مشكلة راهم يعانيوا منه العديد من الآباء وهي الغيرة عند الاطفال الغيرة عند الاطفال اللي نشوف العديد من الآباء يشكيوا من هاد المشكلة او يضرب لي في الطفل او يضرب في اخوه او يعضوا او ما يخليش يرقد او يبوسكيلي فيها وكذا وين هنا في بعض الحيان الاباء يبقوا للولدين يبقوا في حيرة من امرهم كيفاش نتعامل الكل يتسائل كيفاش جاتوا على ش راهوا يغير وش هي الحاجة اللي خلطتوا يغير وش هي الشعور هذا اسكو كاين منه وما كاش منه اسكو يلعب فيها ما وش يلعب فيها كيفاش نعاون وليدي باش يتخلصوا يتجاوز هاد الغيرة وبل ما نعرفوا كيفاش يتجاوز هاد الغيرة نعرفوا وش هي منين جي الغيرة هذي وش كون يراهوا يخلق الغيرة هذي للطفل ش كون يخلاه يغير ش كون يخلاه يعاني باسكو علاش الغيرة هو عبارة عن شعور وشعور وإحساس لمعاناة انتع الطفل هذا من معاناة بنواش من هذه الأشياء اللي رحين نعرفوها رحين شخصو ورحين نعرفو هاد الشعور اللي هو الغيرة رحين نعرفو وش هي الاتار تحها وش هي الأعراض نتحها وكيفاش نعاونو الطفل نتعنا بش يتهنمنا وصيرتو وصيرتو كيفاش نعاونو الوالدين ولانتوراش فاميليال باش ميخلقش هاد الغيرة عند الاطفال ولا بين الاطفال وباش نخليوا الاطفال نتعنا ولادنا يكبروا في جو متناغم في جو مليء بالمحبة والمودة بين الإخوة ما يكونش هناك سراع ما يكونش هناك تشنوجات ما يكونش هناك كما يقولوا حرب زعامة بين الإخوة نقدر نقول في هذا الأسرة راكم على المباشر كما مولفين تقدروا ترسلونا تقدروا تبعتونا تقدروا تهضروا معنا تقدروا تشاركونا بشهادتكم الحية عن طريق الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة رح نحاول كيفاش نجاوب على هاد التساؤلات ولا كل الاستفسارات بيانسور بإمكانكم طرح مختلف الانشغالات الاستفسارات أنا مدابية لو كان يكونوا غير الاستفسارات خاصة بالغيرة لكن إلا كان تصلتوا على استفسار آخر على بكل فرح وسرور ما كان حتى مشكلة رح نعود للمشكلة نتعنا اليوم اللي هو الغيرة بين الأطفال الكل يشكي من هاد الغيرة وكل يقول علش اللي ديراهو يغير علش راو يضرب أخوه علش ما يحبوش علش يعضو علش يضربو علش يديرو حويجو علش كي يكون راقد يروح يضربو علش يطاكي وين هاد الأشياء ولا هاد السلوكات اللي تخلي الأباء في حيرة من أمرهم هاد الشعور هو شعور أو كين منه صح راهي معاناة نفسية بسكو علش صورتو كي يجي خوه صغير ومبعد يويني يحسب روحو طفال هاداك شغل بلاسو ما كاشغا شغل الخوة صغير أدالو بلاسو علش بس كين وحدو كان معزز مكرم كل شي ليه اللا تنسيون كامل ليه وين لفات كو اللا تنسيون لكل اهتمام هاداك راح يتقسم مع أخ آخر ما يقبلهاش لكن هنا سؤال لي نطرحه أنا ويطرحه كل الأباء والأمهات وشي الحاجة لي خليت الغيرة هادية تظهر هل الراشد ولحنا الكبار رانا مسؤولين على هاد الغيرة أم لا رح نستقبل المكالمات وما نعود نجاوب على هاد سؤال أم عبد الرحمن مرحبا بيك مرحبا بيك وشتراهم لست بسة الحمد لله لبس الله يسلمك الحمد لله تفضلي سيدتي كريمة نحن في السنة أنا عندي ولدي في عمره 12 سنة الله يبارك عصابي بزيف ويجعل المشاكل في الدار ويجعل من أخته وأخته كبيرة سنة البعث وش مشكلين يجعل مدام لا يحبش يحفظ يقول لكم قرتولها هي وانا خليتهم ويعاندها ديما ويحب يعيط ويحب أسكو صح تقرروا لها الاختو خير عليه أسكو تقرنوهم مع بعضهم وما تقرنوش لا لا والله ما نتقرنوهم والله ما نتقرنوهم مهم وكتش بدي يحس هاد الإحساس مدام محسوب ما ما عندوش يعني كيت كيت داستي زيام ودخل سنة سابعة وحاسنا هو يقرأ سنة ثانية متوسط كبير شوية هو لا لا كيف؟ كبير شوية بدا يكبير شوية لا بدا تتبدل بدا يسطوال بدا يصحح بدا يخشان بدا يصحح بدا يصحح ماشي يخشان مدام هنا تسلوك انتعو تبدل شوية تبدل تبدل مع بابه تبدل مع ايانا يقولين ديما تحامو معها وبينو وبينختو اسكو كينين علىوشي وشي المشاكل كين بنتهم هكا كنت عملوا فاها هي خامني هي عندها بورتابل وانا ما عنديش زيدي هكا وهي صح عندها بورتابل لا لا عندها اي داكو هو ما عندوش لا لا ما عندوش اهي تشريولها كتر عليها سيصح لا لا والله ما شرينها يعني جابهوا لها كادوكي نجحت ما شرينيش داكو اسكوية راقب كل حاجة كل صغيرة وكبيرة على الخطوب اي اي صح نطريق التعامل تاعك ليه مدان كيفش راهي اي ساعاتي قلقني الولينا برضو ساعاتي دير حويش ماشي مليحة فالدار يعاند في بابيه تشغل يشوف يروحه كبر علينا اها لا لا ماشي كبر عليكم هو صح وبدأ يكبر هو انا او طريق التعامل تاعك مدان ما زلت تتعاملها لأساس في عمره ستسنين سبع سنين ولا انت يا ثاني بديت تتبدلي طريق التعامل تاعك ليه حتى نشعت نبدل مع هالطريقة ساعات وعنا غير هو فالدار غير هو وخته برض غير هو وخته اي هم داكور ساعات ستدير ساعات اسكو دايمن عنيفة معها اسكو تخافي عليها بزافتي اي تاني انا ما نحبه يقرأ انا حبه يساعات يتذكره ما يحبش يقرأ ما نحبش نحفه بجيرها بالعيني مع بابك فش راهو يعاند في بابه يعاندوك ستدير اسكو يحوسي فرض روحه اسكو يحوسي الكلمة تاعه تفوت عام يحوسي فرض روحه داكور وكي يحوسي فرض روحه ورد الفعلة بابك فش راه يكون معاه ماهو تبقى نحبات عية وت prices عاشه هي اسكو تسمعونه ولم تسمعونك نسكو استل المراد نقص وتقلت أنت وقتها شهادة كانت وقتها شكونات كانت خير هكذا كانت باقدة بتحذرك ولله لأتمنى باقدة ودينا نقول وقر على روحك كبير هكذا بيستنجح ديره نده نكو داكور شكرا مداما رح نحاول نجاوبك على سؤالتها شكرا جزيلا بارك لا وفيك على هاتش هذا الله يسلمك بارك لا وفيك ألور هنا بس كل الأسبوع اللي فات كان نفس الاتصال نفس المكالمة وين هنا في المرحلة 12-13 سنة وين الطفل في المرحلة هذه يراه في مرحلة البلوغ مرحلة البلوغ هذه ليست المميزة تعها وين عند البنات هدرنا وقلنا بلاستروجين والترستيرون وين يبدأ يخدم خدمته في المرحلة هذه عند الذكور عندنا الاتستيرون او الهرمون الذكوري هذا وين طفل يبدأ يكبر وين يبدأ كما يقولوا يبدأ يعراض يبدأ لفوتها وتبدل يبدأ يطوال يبدأ يحوز يفرض روحه يحوز يفرض نمط جديد للتعامل نتعنا معه ومن حقه يفرض هذا النمط التعامل لماذا؟ لأنه يقول لكم ما تبقاوش تعاملوني كما كنتوا تعاملوني من قبل ما تبقاوش تعاملوني على أساس أنني طفل صغير ما تبقاوش تعاملوني على أساس أنني ما نعرفش أنني ما نفهمش هنا الانفون إلى راكلام وحاجة مليحة بسكو علش حاجة مليحة إلو سنبوزي إلو سنبوزي ما رهو بحاجة إلى مرافقة الطفل رهو دايمن محتاج لك صح ممكن يحوسي يعطي كلمته لكن هنا يجب أن تضعه أخضر يجب أن يقاوش دايمن شعال ويجب أن نذهب إلى عنده ويجب أن نسمعه هنا الانتقادات بس كما يأتي ونشاهده لإنتقادات التي كانت وسوء المعاملة التي كانت وكل شيء رأيها خلات ترصوبات هذه ترصوبات التي تجعل السلوك لتطفل راح يبدأ يروح نشوفه نحو التمرد سيرتوك يحوس كي يقول لي علش حنا دايمن طفل يرجع لها درا نشوفه على أساس أنه ليس مليح لا الطفل يرجع لها درا وطفل لي ما يخليش كلمة تفوت أو حاجة هذك حاجة مليحة بسكو علش إلايون بيرسوناليتي عراه عنده شخصية ويطلب باش نحترم شخصيته وباش نحترم الرأي نتاعه هنا ممكن الرأي نتاعه وراه غالط نرافقه نصحوله بطريقة ساليسة وبطريقة دبلوماسية ما نصحوله عن طريق العنف لأنه وهو دايمن بحاجة لنا وبحاجة إلا تصحيح عن طريق كما نقوله طرق تواصل سليمة موش عن طريق الدرب موش عن طريق الانتقاد موش عن طريق تعايير موش عن طريق نقارنه بخته شوف ختكاري عقله شوف ختكاري مدير والو شوف ختكاري التقرأ شوف ختكاري كده هاد السلوكات هي اللي تخلي وتغضي هاد الروح متاع المعاناة لهذا الغيرة ولا هاد الحقد على الاخت نتاعه نتصال نستقبل المكالمة له مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورمكاته مرحبا بك أخي وش راي تزيوزو أنا عندي انشغالات وشوز دي بتس كيستيون كيستيون ريب ترانس مادا بيكم شوف أنا عندي توار لايبار 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 كربي يحفظهم لك أهو قول الله اسم، قول Izzi اهو الطفلة معاقلة تسمع تخاف صازحوιج، كentهethبان ہوش ونونه بسبب حل طفل كما كنت تقدر كي تقدر معايا يعود لك كنعه بزيز اهو يحب يفرض روحه داكو يología بيشهو شما افهو ممتبأ عليهم، و ق و equations يحب يفرض شخصية تماما من غالطة مم? يقولونك غالطة يقولونك نان ما نشغالطة آلية الشغول تخدمها كتوف اتبع في المسي لأننا نخلقهم في مان كلاس خير ونفرقوهم خير هم متفهمين مع بعضها ومتفهمينش? نو قرأو في البريمير كيف كيف تنفظوا في السيئان جستما أنا شكتنا من نفسيكولوج في الدعمات في السيئان قلتونك تنخلوهم في مان كلاس ونفرقوهم خير لا يقنعوني ايش واحد يقولك كل واحد واحد وخير واحد يقولك تواب خلاهم مع بعض سكلاسة خير هما هما مع بعضهم يجي متاكول هذك طفل وطفلات هل كنت تفاهمين هل كنت تفاهمين هل عندهم من كمبليسيتي بناتهم؟ عند كين هذي الغيرة وطفل الشغل يحب يكون هو الريسبونسابل هو اللي يتحكم برزمكين دي وفتونوبيل تطلع هي القدرة ويقولها لا لا احبت اي حبت اي حبت اولي الله انا نلقي بالقدرة رجل تعد دار رجل تعد دار ندكر اسمه يحوس يبين روحوا بلاني كبرت انا نقعد نقعد نقوم سيسا اي او بعد في اللبسة ونقوله في اللبسة ونقوله ما تخرج يقولها لازم هذي تلبسيها هكذا لازم تنقصي هذي لازم يحوس بزياد حوايج سيتان فرائي تروتكتوري غير على اخته غير يحوس كما يقوله يراقب كل حاجة فيها سيسا غير يحبب بها السيسا يقولها انا طفل انت لم تعدرش وتعطي الاضراملية وتعطي الاضرروري وتعطي الاضروري قول لان كلمازوج يقولها ان تضربك اسك ورا هو يضربها وكااس كيف لاذا نعملون اسك ورا هو يضربها حاجة دكتور اسك ورا هو يضربها ولا لا 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 لقد زدت المزيد للربعة داكور المراجعة كيف يراجعون مع بعضهم هو خفيف القرية يخفيف عليها وشنو هي يقرأ مليح يقرأ خير منها مليح لي يكما يسمع فينا انا نسمع هي هي بنتك ما يسمع فينا بس كنت قلت يقرأ خير منها انا ديجا انا خرجتها لا لا ما كسر داكور اوكي هل ستكونوا مرتاحين مع بعضهم او لا لا هل ستكونوا عجبوا الحكرة يختم معه او لا لا نحن في الليسي غير كيما وش كي راحو هي راح لترار مخصوصا شوية تكنيك راح لترار اه وهو راح سيونتيفي داكور اسمك الواحدة وفي كلاسة وحدة واحدة وفي كلاسة من الكورسي يستحو في البريمير وفي السيين مأتون مع بعض داكور وطرقوهم شغلوا بيقاطور لا غالب جمالي داكور اوكي فضل مع بعض داكور 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 راح راح لترار هو راح فليار تكنيك داكور حد اهنا اوليدك سي تتافي نورمال هذا وش راحو كما يقول انفراء بروتكتور ما نسوش بالليلو كنتكست نالجيريان رانجازيريين وي غير هادو حواج ما هاتاني مندخموهاش منعطواش كتر من القيمتها سي جيست يحوصي فرض شخصيتو يحوصي اختو كما يقولو باش ميتبهدلش مع صحابو باش نزيد ندخل باش ندخل كما يقولو نهضر جويم ماتر كما يقولو دانسابو باش ميتبهدلش مع صحابو باش صحابو ما يقولو لو شخط كاي دار تودار شخط كفاش آي لابسة شخط كاي دار شخط كاي دار هو سيدانسي هذا مكان هنا الى بزوى دات يكوت هنا الفواتر يكوت خلي هادو المشاحنة الكوريل خليهم مع بعضهم بقى شوف من بعيد إلا كان ما كانش مرفيتش يدو وما وصلتش لكما قولو الحاجة مش مليحة بقى شوف غير من بعيد برك هذا مكان وخلي بس كو علاج في المرحلة هذه كل واحد كيفاش هنا لفات كو يل 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 المعلم تعد أنا يل 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 هنا انت ان كبابا يجب 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 نعطي قيمة يجب نحمله مسؤولية أخرى حتى يتحمل مسؤولية أكثر فأكثر ويكون قد مسؤولية اللي يحب يكون فيها هو هنا بان سور نحن نحن على أختي ونحن دائما نجعل أختي ثاني لكي يكون هذا الاحترام مع بعض هم لكي يحترم أختي يحترم شخصية تاح يحترم كما قلو لباس تاح يحترم أصدقاء تاح يحترم كل هذه الأشياء بطريقة سريسة وعن طريق الحوار أوليد كراهو كبر أوليد كراهو بدأ ينضج بدأ يكون عنده كما قلو حنا تقدر تتكلع له فهنا الفولة كومبانية نرفقه بطريقة سريسة ويكون كما يزيد يكون عنده شخصية كوية ويزيد يكون عنده كما يكون ثقة بنفسه هنا من تقدوش من عيروش من بهدلوش من من كونوش هادوك سلوكات ما اقتولي حاجة ما ننقش كذلك من القيمة انتهاء الاخت انتهاء بسكو علاج هي راح تفليار لتيرار هو راح تكنيك سافدير بسكو الفات تقول لي هو يقرأ خير عليها هنا هي لو كان تشوف الميسون الحاجة تخل كعليش بابا ويقول هكذا وفاي سي بابين فهنا الفو كامل يكون مع بعضهم ولازم يتعاونوا مع بعضهم ويجعل هذه المواد مع بعضهم هذه المناوشات حاجة عادية وحاجة صرافية بين الاخوة هنا ابقى تفرج من بعيد هذا المكان يجعلوا المشكل مع بعضهم انت تدخل روحكم بعد الوقت تروح الشمبرات تقرأ صهرين مع بعضهم يقرأ مع بعضهم وتقول وش داني اندخل روحي خليهم مع بعضهم لك كبير وقت تقدر تتكلم وربي يحفظ وربي ينجح لك إن شاء الله الله يسلم انا 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 الله يهن ربي يخليك الله يهن شكرا جزيلا هنا سنقول المشكل التي تعتفش تظهر الغيرة هذه هنا المسؤولية ليس الطفل في هذا مكان أو المنطراج فاميليال أو العائلة أو أخوك خير عليك أو شباب خير عليك أنت لا نحبك لأنه 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 تغير طوائج أنت سامط لأنه لأنه فت نحن سنجد في الطفل نحاوز فيه نحن سنجعله يشعر أنه لا نحبه كما نحبه من قبل هنا هذا السلوكس أسمعك غير من أخوك تضربه والسيدر يحب أخوه يلعب معه كل شيء لماذا نحن سنجعله الطفل يخم في حاجة اسمها غير يخم بالشي ضرب يخم بالشي تولي له الأشياء هنا لا نظر على هذه الأشياء ومن أسمع أخوك بالك بالك تضربه بالك تديره بالك كده وكي يكون مازال ما خلق ولا مازال مازال هنا في بعض الحيان بعض الأمهات تقول لك أسكن قوله أخوك 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 راهي جاية وكيف أحبت نسموها نجعله يعيش معي هذه اللحظات لكي يكبر مع الأخ والأخت وهذه التي راهي جاية حتى في فترة الحمل نستقبل المكالمة على مساء الخير سلام عليكم وعليكم سلام وبركاته سيدتي مرحبا بك دكتور عندي واحد الموضوع أنا معك أم محمد من إليك عن مرحبا بك سيدتي كريمة قلت لك أنا عندي أخوك يغير من الدخول يضربها ويبغي يلعب معها ويقوم ماذا تعرف عمرها بنت خوك ها عمرها وماذا تعرف عمر وليدك أخوك أخوك 58.5 وبنت خوك 40 سنوات دكتور من وقت هل عايشين دار واحدة أو ماذا دكتور هل عايشين دار واحدة هل عايشين مع بعضاكم وعايش في دار واحدة دكتور من وقت بدأت له هذه الغيرة من وقت انقاطعت المكالمة عاودي تصليبين سيدتي كريمة راح نجاوبك على السؤال انتهك نعاود نقول دايما كما يقول ونهضر على الغيرة هذي كيف تبدأ وهنا نقول ونعاود باللي الانتوراج أو الأسرة راه هي مسؤولة مسؤولية مباشرة على ظهور الغيرة عند الطفل هذا ولا عند الطفل هذي ولا عكذا لماذا تريد طريق التعامل مع الذي اراه جاي ولا كيف نتعامل معه ولا كيف نهضر مع الطفل هذا في بعض أحيان انا نقول باللي بالك ما نعرف وش نهضر مع الولاد ما نعرف وش نهضر مع ولادنا ما نعرف بالحيان ولكن هناك بعض الناس ما عرف يهضر مع الطفل أو مع أي حاجة وين يزيد يخلق له هذي الغيرات بسيف. أسمع او على بالي بلاي راك تضرب خوك او على بالي بلايك اكت غير منه بسك هو راه وش باب عليك بسك هو راه ما يدرش سماطة بسك هو راه عاقل بسك هو يقرر مليح بسك هو ما يزعفش ماما بسك هو راهي شوف كيف حالنا نخلقه في الغيرات عن طفل او شوف كيف حالنا او كيكو صورت نحسوه بالليناتما نحبوك كما كنا نحبوك من قبل وين هنا هاد الشعور الطفل ما عندوش هذيك المالكة بش يفهم وش كاين وش ما كان ديجا ح نحن كبار لفت كو واحد يقررنا ما آخر يغيدنا الحال لفت كو انضان بكو داتانسيون الان وطرسان يغيدنا الحال. ألو لا انو فالطفل ارهو في طور التكوين ارهو يكبر ارهو يشوف ارهو يلاحظ وديرو حاجه في بالكم بلاي الولاد يلاحظوا كل صغيرة وكبيرة حتى اللي ميميك نتوعنا وحافظنا وعلى بالهم بنا وش كاين وش ما كاش مستقبل مكالمة الو مساء الخير. اهلو السلام دكتور. وعليكم السلام مرحبا سيدتي كريما. نجد يا صغير كيف احوال. الله يسلمك مرحبا بك سيدتي تفضلي. اول مرة نشارك لي الحصة. مرحبا بك. شاركي على عندي بلت وولد. مهم الله يبارك ربي يحتضهم لك. ما عطي مش قيمة عمهم. انا من نكت قنطية بزاف ونتدايق بزاف. المشاكل جالي حمدين ننفرخها في ولادي. وعندي هذه البلت تردلية بزاف الهضرة. مهم. شحال فاهم الولاد مدام. عندها اي بنت وولد. البنت عندها استثنين. اهه. والبنت عندها تسعة. مهم داكو. والبنت هدرالين هدرالين هدرالصينها عند شداتها. مهم. ولبنت. تاني ذالين. نصف عادة المعلمة. قلت لي رحب في القرية. داكو. من يودي لهم مريض. لا تسعلك. يجب ذالين ذالين للمرض. يتم تشغلها على البلت. ولم تشغلها. تبغيبها بالبسط. متى تشاهدها مريض تتعقد جمال في قلت تقعد ببابا مريض ببابا مريض ببابا مريض ولا الاخ عاوني لا يحليك تنوحنا الحياه مغبولة ربي يحفظهم الكنتية تتعاملت معهم مضم كيفاش قلتي ليبليك أنا ازعافي مجد انتعالت ضعفة مريض معك وقلتش مكتش اشان فيهم ازعافي مجد درجات ترجعه فيهم اشان فيهم اشانك بالدكتور وقلتش مكتش مكتش وسكو ضربهم نظرهم معرفة شو الزهر ما هي جميع قوية وشكا عندي فتاق ايها يمين بره ما نقوله ايها يمين بره اسكت عيت عليهم بزاق واي صرح صرح ما يديروش رعيه دكتور ما يديروش رعيه عيت نجبت فيهم عيت نجبت فيهم حمدي ما فهمت معرفك ايش خون ما نعرش الربية داكور لكن مادة ممكن تستعملي العنف معهم اسكوا ولادك راحين يجيوا لعندك ولا يهربوا منك اضيفوها من اللذليها مادة معي اسكوا منك تابوها وعيلة تابوها مش هي العيلة تاعك لا العيلة تاعد عيدة تاني العيلة تاعد خبرهم هذا الشيء اللي يصنع عندي تخبرها لنصلا داكور أسكت خبرهم أسكت شكي منك لا ما نشعفها كنت أقول لك الدكتور حتى الآن ما نشعفها من وقتا شمتية ضربهم من وقتا شمتية عنيفة معاهم أنا كشغل كنت شاكنا معوهل ديهم يرحلت 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 وطريق تعامل ما نحو كيف شراء أسكنت تبغيهم تبغيهم يرحلت نذكر والعلاقة معها كيف شراء مع الشيبانية مع الشيبانية أنا نورمال ما نقول لها هي في قدر وأنا في قدر نذكر سمع رحي معاونتك فيهم لا 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 معاونتني بسا كشغل معاونتهم في واحدة التربية كشغل التربية بشي في بلاستها مفهمتش كشغل معاونتني حقا فيهم كما نقول تفرض رأي وتدليهم رأيهم وأنا ما نعيش هذه المرأة اللي تدليهم رأيهم أنا ما نغيش نذكر منتي أكيد عيت عليهم مادام وأنا نعيض بثال الشيء قبيل على خطر وانتي أكيد ضربي مادام ماذا؟ هل؟ تدريهم أنا ضربهم يجب عليهم والله أنا ضربتها ما قدت يجعيت لأقول لحفظ أحفظ 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 من هو غلغاني ضربتها انتي أتعيريها ثاني لا لا بنت العير هذه خطرات وكي تبدأت هادرس ما تبدا تقبلي كي نقولو تبدأت تقبلي أنا أتبدا تتصرق عليها أنا أتبدا داكور أشكو حاجة عادية هذه مادام تتصور والله أنا أتبقى القني بالبز لكن بغيت بزعمك يشغل يقرب كما يقولوا بقيتم خرجهم زعمها عاية وكي يروح عن المانهم يقرأوا أو لا يقرأوش؟ لا يقرأوش هل سمعوا الهضرة أمانهم أو لا يسمعوش؟ ها؟ هل سمعوا الهضرة أمانهم أنت أشيبانية أو لا لا؟ واي تصمتوا ليها هل ستقولي لها باش تعاونك فيهم باش يقرأوا أو لا لا؟ نقول لها نقول لها تكونوا حتى نقولها أطرد بيهم وكما نقول لهم رحوا للدار حاوضوا لي لقرأيتكم وروحوا عندي أسكو تبالك حاجة عادية هي تطرد الأحفاد تاحا؟ تطردهم كما نقول لهم وروحوا للداركم حافظوا يتكملوا قرأتكم وروحوا عندي يقدروا يروحوا يقرأوا عندها؟ لا أخليهم مش لخص نعرف باللي ما يحلوا فتاعل ترتاب داكور سمع ما ديريش تيقى فيها؟ لا أبقى ما ديريش تيقى فيها نعرف باللي ما يحلوا فتاعل ترتاب سيدتي كريمة المشكلة باش نكون صالح معك؟ ما تزعفيش مني إياك؟ ما يغيدك شفاء؟ لا 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 داكور شكرا المشكلة راهو عندك انتية انتية اللي راكي محتاج المساعدة نفسية هذه الضغوطات النفسية اللي راكي عايشتها هذا الشي اللي ولت أثر عليك وولت على كونديسوني كما يقولون هي اللي ولت تحكم في السلوك نتاعك إياه اللي خلاتك تزعفي إياه اللي خلاتك تعيطي إياه اللي خلاتك تنتقدي ألو نصيحة لنوجه هلك سيدتي كريمة وروحوا يشوفيها مسيكولوج معالج نفسي ندلك بعض الجلسات نفسية وراحات تسرجع اعتقاف نفسك وراحات تخلصي من هذيك الضغوط وهذيك كما يقولون طاقة سيدبيا اللي را يمسيطر عليك وتهني منها وتحري منها وراحات تولي لولادك بطريقة مليحة لكن نصيحة نوجه هلك دوكا حبسي العياط حبسي الدرب ما تعيريهمش ما تقرنيهمش بسكو كل هذا عبارة عن العنف هاد الأشياء راح تخلي ولادك ينفروا منك راح تخلي ولادك يهربوا منك حوسي كيفاش جبديهم شعلي دول أخضر خلي ولادك يجوا عندك عن طريق ماذا عن طريق الكلمة الحسنة عن طريق نسمع لها نحضنها ما نقول هاش روحوا يخطيني ما نسبهاش ما نقول لهاش كلام مش مليح ما نقول لهاش كلام جارح بسكو بنتك راح يمحتاجها ليك ومحتاجها لكذا لأنها راح محتاجها باش تعلم منك بسكو علاش راح تعلم منك غير أشياء مش مليحة هنا علاش قلت كنتي اللولا اللي لازم تروحي عند معالج نفسي باش يعاونك باش تحري من هاد الضغوط النفسية باش قدري توقفي لولادك وباش قدري تعاونيهم إن شاء الله ما نطولش عليك عندي لول المعلمة تعالي منه لوليانوس هي قدري ما راش في عرف حبا قدري يعرفوا قدري هو ولا ما فهمتش قدري ما راشها ما يعرف لا الحروف لا الأرقام لوالو ما حال في عمرو قدري استخل سنة أولى غير كي ما دخل سنة أولى قطعت الموكلة ما ماليش راح نجاوبك هل الشقة هدايا هنا لازم نعرف لازم نشخصه وشكين وشما كان يكراهوا في المرحلاتها باش يعرف الحروف باش يعرف الأرقام فروح انتي لولا ادي معاك وليدك عن معالج نفسي راح يدري عمبيلان بسيكولوجي لكن انتي أولا يزيد يدري لوليدك إلا كان شاف بليه هناك خلل ولا هناك مشكلة ممكن تكون سواء عسر قراءة ولا عسر كتابة اللي راح تكون معه عسر قراءة ولا حاجة هكذا راح يشخصها و راح يبعتك و راح يشوف يعاونك باش تخلص من هاد الضغوط لكن نصيحة لك انتي يا سيدتي الكريمة انتي يبدأ بروحك بس كي انتي اللي راكي محتاجة مساعدة نفسية باش تخلص من هاد الضغوط النفسية اللي راكي عايشتها نعود نولي دايما اتصال آخر اهلو مساء الخير اهلو اهلو مساء الخير مساء النور مرحبا سيدتي حاكم هابا نحكي معك على ولدي هاني هنا هاني نسمح تفضلي انا ام هايتم من عنابة تفضلي سيدتي كريمة اني اسمع فيك مدام عندي ولدي في عمره 13 سنة 13 سنة اهلو اهلو حشاكي حكيم يخمج على روحه اهلو اهلو ملقيت له حتى حل ديته للطب ديت له اليارم قرقيته ملقيت له حتى حل اهلو ديته تانا للبسيكولوج من وقتش مدام من وقتش من وقتش مني كان صغير كما نقول وانا نقول هاو دورك يبطل دورك يبطل يكبر يبطل هو الحد الان نزل فيه الصناعة دي داكور اهلو غير البوراز ولا يبول لا لا البول لا داكور اهلو بوراز بارك البوراز بارك عدما كان اسكو ديته عن طبيب مختص في يحتاج زالو لديك المهم داكور اهلو غير البوراز بارك ان أت luck اعتقدتني legitimate اسكو عادية هاو نورمال مهم اهلو بورز اس الكمENS هل يأتي في الليلة في النهارة في المسيد وين وقتها؟ يأتي في أي وقت حكيم داكور يقرأ دورك يروح يقرأ يأتي يجيني خمج حشي يا عزك أكرم الله هنا سيدتي كريمة طريق التعامل معك في شراحي بكل صراحة حكيم أنا طريق التعامل مهما كما قدوا بدا يكبر ومازلت فيه الصنعة دي عملته بأنف ياسر عمبي بروحي وعلاش؟ كنت نقلق منه كي يدير كيف كاكة ونضربوه نضربوه أنا وبابا هنا نحبسه صحات حشيك في الطوالات ما خليت ما ندير له والهدف واش؟ حاسة بالذنب دورك حاسة بالذنب إنه مزال الكبر كي ما نقوله مكبره ومزالت فيه الصنعة دي حاسة بالذنب دورك أنا حاسة بالذنب مديجاه ولدي ما هيش صنعة ما هيش حاجة هدي معاناة نفسية أشكف في بالك وليدك راهو عاجبوا الحال يراو يخمج في روحه؟ مش يعاجبوا مش يعاجبوا وعلش نعيروه؟ علش نضربوه؟ علش نحبسوه في طوالات أكرمكم الله؟ علش نبادلوه؟ أكيتبادليه ولا ما كنتبادليه؟ نبادلوه؟ قلت لك قدرت مع العنف كامل ما خليت ماندير لكن صارحك يعني بكل صراحة واني حابة يعني واحد ينصحني في حاجة كي ما هاديراني يخد المورال تاعي في جد اخلاعه ما على بالك بلي ما لازم؟ عمبالي عمبالي وحلاش نسمع في التلفزيون نسمع للطب النفسانيين نسمع ونقول ما بقيتش ملا بس حضركة مبقيتش وبيباه كيفش يعمله؟ حتى ببيباه كان يضربوه أسكو دوكا ماوليش يضربوه؟ أسكو ماهو شي يضربو دوكا؟ أسكو ماهو شي يضربو دوكا؟ لا لا دوكا مبقينش نضربوه لا ماذا في عمره وليدك 13 سنة؟ في عمره 13 سنة أشكو هو الكبير هو الصغير؟ لا هو الوسطاني ماذا عنده أخوته؟ عنده أخته أكبر منه 15 سنة وأخته 4 سنين ماذا سمع له في الوسط؟ وهو في الوسط ونتي خوافة مدعم لا لا نعم خوافة بزاف؟ خوافة اي والخوف انت تسقطيها عليها تاني لا لا اي ماذا حكيم ربي عيشك ربي يصلح لك في ولادك يعني أعطيني حل راني تعبت 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 ما تصورش كيف ما هدركا أنا حسب الزمك نشوفه كيف كاكا ساعات نقول لي نبكي نقول بالك أنا اللي وصلته للحالة هادي اللي خليته لدرك مزالي يخمش في روحه ما لقيت لحتى حل أسكو اللي كان صغير تعامله بقصوة مدعم آه كنت نعمله بقصوة نقول لك انصارحك يعني ما كنت معامله بقصوة كأنه مشي ولدي ساعات واحدة بعض الأحياني نقول لكم غير تموتني كرهتك كرهتك أسكو كرهته صح؟ ما كرهتوش هي هضرب الفن برك ما هو كيفاش يعيشها مدعم؟ هاي عن بالي حكيمني عن بالي عن بالي بكلش هو كيفاش الامنتاعو كيفاش رح يستقبل هاد الأشياء رح يحس باسكو طريق التعامل تاعك مدعم يحس باسكو هنا هو عنده مشكلة وإحنا بطريق التعامل تاعنا هذي أرى نزيد نطولولها في العمر تاحها ما نحول كيفاش نحده منها نصيحة الأولى مدعم حبسي العيات حبسي العيات حبسي العيات تحديد معاولة مدعمة ويبدأ يعمل معاولة ويبدأ يعمل معاولة لا نستطيع أن نفعل شيئا لكن في بعض الأحيان الوالدين يأتي ويأتي أوليدي يقول لك دبراسك به أنا وحدي لا نستطيع أن ندبراسي به يجب أن الكل يشارك في العملية العلاجية ونبينها أنتيا كأم لأنني سأعيش معايا نص ساعة أو خمسة أو أربعين دقيقة لا يتبقى معاولة هنا الحاجة التي تحبسها مدعم العيات التعير أو حرام مدعم تعيري وليدك أو حرام ووليدك هذا وليدك مش أنا اللي قلت مدعم باللي حرام تعيري يا ربي سبحانه اللي قال ولا تنابز بالألقاب بأسس ما الفسوق هنا وليدك أسكو راح يتعرض للتنمر برا ولا لا لا البرا ما عندوش أسحاب البرا يحشم بروحه لا لا يحشم بروحه دي ما جاي بدروحه يحشم بروح يخلط على الدريرين وروح مع الدريرين يقول لي لا قد تكشفكوا به من الحاجة هذه عدو هم يعيروه داكوس ما رأيه يزيد يتعرض للتنمر اهه يتعرض للتنمر داكوس أنا أرفدي وليدك مدعم وروحي معه وروح معك زوجتاك راحوا في تلاتة عند معالج نفسي في عنابة كاين زمالة أراهم تما أروحي لعندهم نديري جلسات نفسية علاجية يخدموها باسكو ورح يتهنى من المشكلة هذي ديري في بلك رح يتهنى ويتهنى بك انتيا ويقول بابها انتو من الولين اللي تعاونوا وليدكم إن شاء الله مدعم شكرا مدعم ربي يشفيهوك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي بدها رعوا يسمع فينا ولا لا 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 مشي يسمع فينا لا داكوس وحبي وليدك وخليه يحس بالحب منتاعك مدعم إن شاء الله ربي يحضر لك وربي يشفيه إن شاء الله شكرا يا عايش شكرا جزيلا ما زلنا الوقت أعطيني زوج دقائق معلش داكوس داكوس خلصنا الوقت والمكرمات والشهادات الحياة اللي ما خلتناش نزيد ندفلوبيه اليو سيجيه كتر وكتر رح نحاول كيفاش نزيد ندفلوبيوها أكتر فاكتر في الحسس المقبلة بحول الله حبوا ولادكم حبوا ولادكم باسكو علش رحي آمانة في رقوبتكم خلي وليدك يحس بالحب هذا كيفاش يحس بالحب هذا نشجعوا منعيروش منضربوش مننفروش ما تكونش فضا غليدا حتى تخلي الناس تنفر من حولك ومن بينها ولادك حبهم اجبدهم اللي عندك وخليهم يحسوا بالحنانة نتاعك باسكو علش غدوة رح تحسب بهم عند ربي نشكر كل الفرقة تقنية اللي عاونتني في أدد وتخديم هذا البرنامج نلتقي في الأسبوع المقبل بحول الله نفس الموضوع بحول الله إلى اللقاء سلام اشتركوا في القناة